أهلا بكم مشاهدين الكرام في النشرة الجوية نقدمها لكم من قناة النهار ونستهلها بصورة القمر الاصطناعي التي توضح لنا أجواء مستقرة وصفية عموما على المدن الشمالية والجنوب الكبير نصل المشاهدين إلى تفاصيل الوضعية الجوية اليوم تلتاء بداية بالصباح نرتقى بأجواء صوفية إلى مغشا جزيا على غرب ووسط البلاد تكون صفية ومستقرة بالمدن الشرقية سماء مشمسة إلى قليلة الصحب بشمال الصحراء حتى شمال الصورة وشمال الوحات وصولا للصحراء الوسطى والجنوب الشرقي لكن يبقى التقس مشمس وصوفي على الجنوب الغربي وأقصى الصحراء مع تطاير الريمال بوسط الصحراء وحركة رياح تكون ضعيفة نسبيا درجات الحرارة الدنيا لصبيحة تلتاء بحول الله ستصل إلى 13 درجة على وهران والأغوات 8 درجة ببتنى 11 درجة بعنبتنى 12 درجة بالجزائر العاصمة 10 درجة بالبيت 15 درجة بغردايا 8 درجة 17 درجة بورغلا حتى إليزي 16 درجة ببشار 18 درجة بالوادي 20 درجة بعنسالح 19 درجة بمنطقة أدرار في ظهيرة تلتاء نتوقع أجواء غائمة تماما على الساحل الشرقي تكون مشمسة إلى قليلة الصحب بباقي المناطق الشمالية أجواء من مغشات لغائمة نوعا ما بشمال الصحراء حتى الوحات ويبقى التقسم مشمسة إلى قليلة الصحب على باقي المناطق الجنوبية مع تطاير الرمال بالصحراء الوسطى وحلى منطقة ضعيفة نسبيا درجة الحرارة القصوى لظاهرة تلتاء بإذن الله ستصل إلى 23 درجة على وهران 27 درجة بالأغوات 24 درجة بالجزائر العاصمة 20 درجة بعنبات 22 درجة ببتنى 26 درجة بالبيت سنسجل 31 درجة بالوادي وورغلات 32 درجة بغردايا 34 درجة ببشار حتى تندوف وإليزي 39 درجة بعنصالح 38 درجة بأدرار و35 درجة بتامانراست نمر الآن مشاهدين الكرام إلى وضعية الجوية المتوقعة لليلة الثلاثة إلى الأربعة نرتقب أجواء مغشات جسيا على السواحل الوسطى صفاء يميز باقي المناطق الشمالية صحب عابرة بالشمال الصحراء لكن يبقى الصفاء يميز باقي المناطق الجنوبية مع حركة رياح تكون معتدلة نسبيا درجات الحرارة الليلية بحول الله ستصل إلى 12 درجة على وهران وعنبا 13 درجة بالجزائر العاصمار 14 درجة بالأغوات 9 درجة ببتنى والبيت سنسجل 17 درجة ببشار حتى ورغلا وإليزي 18 درجة بالوادي وغردايا 16 درجة بتندوف 19 درجة بأدرار 20 درجة بعنصالح 18 درجة بتمانراست نصل بكم مشاهدين إلى حالة البحر ليوم الثلاثاء سيكون جميل إلى قليل الاضطراب على السواحل الغربية والوسطى من بنصف وهران مستغان موتنس حتى تيبازا العاصمة وابو مرداس نتيجة رياح شرقية إلى شمالية شرقية ستتراوح سرعتها ما بين 20 إلى 30 كم في الساعة وبحر جميل ليتحول إلى قليل الاضطراب بعد الزوال على السواحل الشرقية من بجايا جي جيرسكي عن نابا والقال نتيجة رياح غربية إلى شمالية غربية ستتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 25 كم في الساعة وقد تصل إلى 35 كم في الساعة نختم هذه النشرة الجوية بالمعلومات الفلكية لشروق وغروب الشمس التي تخص الجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن مشاهدين الكرام هذه توقعاتنا لأحوال التقصي يوم الثلاثة والله أعلم شكرا لكم على طيب المتابعة في أمان الله